على الراديو تسعين تسعين لسه بنقول يلا بينا وبنتكلم النهاردة عن معرض بازنيكس طبعا يعني كل رواد الأعمال كل أصحاب الأفكار اللي بيسمعونا تقدروا تستفيدوا من وجود إيفنت مهم زي ده يوم تسعة وعشرة ديسمبر وتبقوا موجودين فيه وتستفيدوا من كل الفرص لأنه الحقيقة مش بس هيبقى فيه مستثمرين ورواد أعمال وقصص نجاح ولكن المعرض برعاية رئاسة مجلس الوزراء وكمان برعاية وزارة التموين والتجارة الداخلية فالحقيقة أنه كمان يعني الحكومة بتقوم بدور كبير جدا جدا وفيه اهتمام كبير بريادة الأعمال دايما صحيح يا ردو عشان كده إحنا معنا دلوقتي دكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية وأيضا رئيس البورصة المصرية للسلع هنتكلم معه أكتر عن إنجازات الوزارة في مجال ريادة الأعمال مساء الخير يا دكتور أهلا وسهلا زي حضراتكم وزي أستاذة السمعين ليكم الحمد لله كلنا في خير طبعا ومهتمين جدا باهتمام الحكومة بريادة الأعمال وخصوصا وزارة التموين والتجارة الداخلية بما أن حضرتك معنا فحبين نعرف إنجازات الوزارة في 2020 مع ريادة الأعمال ودعم رواد الأعمال هو طبعا يعني هو السؤال للرد عليه ياخد وقت كبير وطويل ولكن انت حدثت عن الجزء الذي يتعلق في ريادة الأعمال عندنا الحقيقة من ضمن أهم الإنجازات هو مشروع جمعيتي مشروع جمعيتي الحقيقة من المشروعات اللي هي بتستهدف شباب الخرجين لأن هي في مرحلة عمرية محددة بنشجع الناس دي أن هي تبدأ في تنفيذ منافذ للسلع الغذائية بتبقى متاجر المتاجر دي تبقى منتشرة على مستوى الجمهورية بنضمن للإنتبتنير أو لرواد الأعمال أن احنا بنقدم لهم من السلع الثامونية والمقرارات الثامونية وبتسهيلات معينة فضلا عن أن هم من حقهم أن هم يضيفوا سلع أخر الحقيقة لو أنا تحدثت عن هذا المشروع نحن عندنا ما يقرب في المرحلة الأولى والثانية والثالثة ما يقرب من خمس تلاف منفذ لمنافذ جمعيتي عندنا الحقيقة مشروع آخر مهم جدا زي ما حضراتكم تحدثتم وهو أحد مكونات التجارة الداخلية وهو البورصة المصرية للسلع البورصة المصرية للسلع هتكون game changer أو نقلة نوعية في اسلوب تداول السلع وتشجيع صغار المنتجين وصغار المزارعين لتداول سلعهم على منصة إلكترونية في السوق مرتوحة فده حيكون الحقيقة يعني أحد المحاور الرئيسية لتشجيع رواد الأعمال هناك مشروع آخر على مستوى الجمهورية وهو أن يكون لكل محافظة سوق متخصص للسلعة المحددة اللي تشتهر بيها كل محافظة على حدة هي المشروع دوت إحنا بندرسه دراسة جيدة جدا وحنعلن عنه قريبا أن حيكون لكل محافظة سويقات صغيرة بتعرض أهم منتجات هذه المحافظة مش كده بس ده حيكون هناك دور مهم جدا لإدارة المركزية للعلامات التجارية في تسجيل هذه السلع والمنشأ المرتبط بجغرافيس هذه السلع فدولة الحقيقة ثلاث مشروعات بيهم رواد الأعمال كثيرا حلو قوي يا فندم يعني كمان آخر مشروع ده إحنا بجد في الإعلام بالنادي به طول الوقت أنه يكون عندنا قرى مشهورة بسلع معينة وإحنا بالفعل عندنا ده ولكن يمكن محتاجين تسويق أكتر ومحتاجين خطة ونظام وده اللي وزارة التموين والتجارة الداخلية إن شاء الله تعمله في المشروع وسمح لنا أن إحنا نبقى نتابع هذا المشروع مع حضرتك أكيد ونتكلم أكتر عنه في برنامج يلا بينا على الراديو تسعين تسعين إحنا نتشرف بكم وفكرة المؤشر الجغرافي أو الجغرافيك اندكيشن ديت الحقيقة زيها زي تسجيل علامة تجرية زي تسجيل نموذج صناعي دي تبقى ليه اتفاقيات أوروبية والاتفاقيات ديت بتعلي من شأن المنتجات اللي ليها منشأ جغرافي يعني مش عايزة أقول أسماء لمنتجات أوروبية مشهورة عندنا في مصر وشهرتها جات من منشأها الجغرافي في الدولة بتاعتها فالدول النهاردة بتحني هذه السلع الدولة بتحافظ على هذه العلامات المميزة لبعض السلع بمنشأها لو أنا بتكلم على شركات النهاردة مثلا حقيقة عارفين شركة مثلا زي أبل هي قيمتها في علامتها التجرية يعني لو أنا بصيت على الأصول بتاعتها ما عندهاش أصول فيزيكية أو فيزيك الأفض إنما كل ما لديها من قيمة يكمن في العلامة التجرية التعاملة نفس الشيء هو بالنسبة للمؤشر الجغرافي لسلعة من السلع وإحنا برضو أقول لحضراتكم في هذا السياق من أكثر من أربع شهور كنا في محافظة مرسى مطروح وتم تسديل ثلاث مؤشرات لثلاث سلع كمؤشر جغرافي مشهورة بيهم محافظة مرسى مطروح حضرتك يحكينا عنهم يعني يهم ثلاث سلع كنا بنتكلم على الخوخ وبنتكلم على الكينو وبنتكلم على العنب ويمكن محافظة مطروح لها سنات وخصائص محددة في هذه المنتجات فلما حضرتك بتسجلي هذه السلع أو المنتجات كمؤشر جغرافي بتدلهم قيمة اقتصادية معتبرة سواء في تداولهم في الأسواق الخارجية أو في الأسواق المحلية صحيح يعني ده فعلا البراندينج بقى أو التسويق للمنتج المصري فعلا يا دكتور وده أكيد اللي احنا محتاجين ويمكن يعني في كتير من السلع المشهورة بيها محافظات مصر المختلفة حقيقة سمحني كمان يعني أسأل حضرتك عن رواد الأعمال يقدروا إزاي يستفيدوا أكتر من الخدمات الكتيرة أو المشروعات المهمة جدا لحالتك كلمتنا عنها اللي بتقوم بيها وزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاز تنمية التجارة الداخلية كمان احنا كل فترة وأخرى بنعلن وبنعمل توعية فيما يتعلق بالمنافذ الجديدة اللي احنا بنشجع بيها الشباب رواد الأعمال إن هم يتقدموا بيبقى في مجموعة من الخصائص للتقدم على هذه المنافذ وإدارتها وتشغيلها والاستفادة منها فإن شاء الله قريبا جدا هنعلن عن مرحلة ربعة لمنافذ جمعية إن شاء الله بالجزء أو للربع الأول من السنة القادمة هنعلن عن هذه الأسواق الجديدة اللي حيتم فيها توطين سلع ذات منشأ جغرافي ونعمل صويقات هذه المحافظات البورصة المصرية للسلع إن شاء الله في الربع الثاني من العام القادم حيكون هناك حمل التوعية لتشجيع استغار المسكين والإنترسنرز والمزارعين استغار إن هم كيفية للضمام وإزاي يكون عندهم أطلية في البورصة المصرية للسلع فيعني انتظرونا في الشهور القادمة إن شاء الله 2021 يا دكتور إن شاء الله 2021 تكون سنة جميلة يا رب على حضرتك وعلى السادة المستمعين وإن شاء الله تكون سنة تعود ما حدث فيه عشرين عشرين يا رب وإن شاء الله نبقى دايما بنتبع مع حضرتك يعني كل الجديد في المشاريع المهمة دي الحقيقة لأنه يعني إحنا كمان نحب إنه دايما نعرفها ونصلط الدوق عليها وكل مستمعينا يستفيدوا منها بإذن الله إن شاء الله شكرا جزيلا دكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ورئيس البورصة المصرية للسلع شكرا إفاند شكرا شكرا لحضرتك